السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين من ما كنتوا عم تتابعوني اليوم حبي شارك معكم بهذا الحلو سريع ما بدو عجن ولا بدو تخمير يعني فينا نسميه خبز رمضاني بما أنه هلق رمضان قربوا صار على البواب شالك العم أنتوا بقلوا في خير جربوا إذا ما كان عنكم وقت تعملوا معروك هذا الحلا منقذ فيكن تقدموه مع كاسة عصير هيك منعش أو فنجان قهوي أو جنب أي مشروب أنتوا بتحبوه خفيف وسلس خلنا نشوف طريقة التحضير والمقادير مع بعض بيلزمني طحين متعدد استعمالات أبيض كوب ونص رح يلزمني مي عادية كوب ونص ورح يلزمنا كوب من الحليب المجفف البودرة أكيد رح تطرحوا سؤال بالتعليقات رح جاوبكم عليه من هلأ أنه فينا نستبدل حليب البودرة والماء السائل بحليب سائل بهاي الوصفة للأسف ما فيكم لأنه نحنا بدنا حليب البودرة هو كمدعم للنكهة ونفس الوقت بيعطي كثافة للقرص لما بدنا نخبزه هاي فكرة إضافته فيكم نستبدلوا مي بحليب سائل كمان أنه الزيادة مع حليب البودرة لأن حليب البودرة عنا أساسي ما فينا نستغني عنه رح يلزمنا سكر نصف كوب ميت جرام وزيت نباتة نصف كوب مية وخمسة وعشرين ميلي ورح يلزمنا ملع الطعام من الباكينج بودر وملع الطعام من الفانيلا للنكهة بوعاء رح أفرغ السكر وكمية المي بالإضافة لحليب البودرة وحرقهم مع بعض لحتى يدوبوا تماما شان ما يصير تكتلات يطلع معنا قوام ناعم رح أضيف هلا الزيت النباتة فيكم تحطوا زبدي مذابي بدالوا ونضيف هلا الطحين الباكينج بودر والفانيلا شايفين ما في أسهل من هيك ما في بيض ما في خميري يعني صاير هيك مثل عجينة الكيك بس سائلي هلا رح نحضر صينية قطرة 30 سانتي هلا رح أبخها ببخاخ زبدي أو بتحطوا مسحة سمني أو زبدي أو زيت اللي بتفضلوا فرغ الخليط بالصينية وبطبطبة حتى فرغه قاعات الهواء إذا بتحبوا قوام الخليط أتقل شوي فيكنت نقصوا من مقدار المي نصف كوب يعني تخلوا واحد كوب فقط ما بيأثر إذا نقصوا شوي من مقدار السائل بهي الوصف إذا حبتوا تاخدوا سماكي أكتر هلا رح يلزمنا عبوة قشطة وزنة 200 جرام أو العبوة تنكي اللي وزنة 170 فيكن استعنوا الوزنين هي تدعيم نكهة بالإضافة لثلاثة معالق طعام من الجبن الكريمي وفضل السائل عن المربعات لأن المربعات أو مثلسات بدون نخفق على الميكسر لحتى ينعموا معنا بينما الجبن السائل مع الإشطة فقط بالمعلقة نخلطه لحتى يصير قوامه كريمي ما في داعي نستعمل خلاط ولا خفاء ولا شي لسهولة توزيعه أنا حطيته بكيس التزيين فيكن تحطه معلقة معلقة وتمسده الخليط بالمعلقة نفسه بس أنا أفضل هاي الطريقة أكتر هيك بتوزع لكل الصينية طبعا منكون مشغلين الفرن من بداية العمل على درجة حرارة 180 نخبزه مثل ما منخبز الكيك ما بدي حرارة عالية لأنه سائل حتى ما يطلع مع الجن خليه يستوي على مهلو يتنشف وبعدين بشغله الشواي هلأ بس بواسطة المعلقة رح أمسدهم فيكن تبلوه بشوية مي لسهولة توزيع الخليط أكتر وما يلزق هلأ بدي حطله رشي من حبة البركي والسمسم فيكن تحطه شمرة يعني سون نكهات هاي لذيذة كأنه عم ننكه المعروف ممكن تحطه كمان رشة جاز الهند حبيت أعطيكن أفكار حتى أنتو تنكهوا حسب معبدكن أنا بس حبيت حط حط البركي والسمسم إذا مثل ما أنا منكون مشغلين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 بدي سبتها بالرف السفلة والتشغيل فقط من الأسفل تاخد معكن 30-35 دقيقة من الأسفل ممكن أكتر شوي بعدين منشغلها من الأعلى كيفين كيف بلشت تنهض رح شوفكم مراحلة كيف تصير صير هيكي متل بتنتفخ وبتبق بي بس أخدت على الكنار لون منطف من تحت ومنشغلها الشواي لحتى تاخد هيك لون حلو إجباري بدي شواي حتى تاخد لون من الأعلى لأنه ما تاخد من حرارة الفرن مثل الكيك وتتحمر بس نطلعها منحط لها شيرة أو قطر بارد محضر مسبقا طريقته بصندوق الوصف لكافة أنواع الحلويات منتركها بس شوي تهدى بعدين منقدمها فيكن تاكلوها أو تقدموها دافية أو باردة طيبة بكل الحالات يعني هيكي حبوها الكل وخفيفة سلسي بالأكل ومنظرة حلو وضيافي فيكن تعتبروها هيك لزيزة بأي وقت مو ضرورة يعني برمضان بس بيسموها خبز رمضان سائل جربوها واستمتعوا فيها هيك قريبة لنكهة الجبنية شوي سايرة فيها هيكي نكهة ملوحة خفيفة بالإضافة للحلوية إذا بتحبوا هذا النمط من الحلويات أكيد رح تستمتعوا فيها شوفوا أنا عم بقطعها كتير هيكي رطبي وطعمة الجبن مع الأشطة عطتها نكهة مميزة جميع المقادير وصندوق الوصف وبتمنى تشاركوا الفيديو وتحطوا لايك وإذا مو مشتركين بالقناة بتمنى الاشتراك لفعل جرس تنبيهات حتى وصلكم كل شي جديد بشوفكم إن شاء الله بفيديو قادم سلام